عربية الاساء عربية الاساء اكد الناخب الوطني وحيد خليل زيج يوم السبت في يواندي ان حظوظ المنتخب الوطني المغربي ونظيره للكونغو الديمقراطية تبقى متساوية في التأهل الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ففي قراءته لنتائج قرعة الدور الحاسم من التصفيات الافريقية لمونديال قطر 2022 التي جرت يوم السبت ووضعت المغرب في مواجهته منتخب الكونغو الديمقراطية قال خليل زيج في تصريح للموقع الرسمي لجامعات الملكية المغربية لكرة القدم ان منتخب الكونغو الديمقراطية فريق جيد والمبارة ستجري بحظوظ متساوية بين الطرفين 50% لكل منتخب واضاف خليل زيج ان قرعة الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 جنبت المغرب بعض المواجهات الملتهبة وشدد في ختم تصريحه على انه في الطرف الحالي يركز على مواجهة المنتخب الوطني المغربي مع نظره الملاوي يوم الثلاثاء المقبل برسم ثمن نهائي كأس افريقيا للامم مشيرا الى انه سيكون لديه الوقت بعد ذلك للتفكير في مبارة الاسود ضد الكونغو الديمقراطية وينتظر ان يجرى لقاء الذهاب بين المغرب والكونغو الديمقراطية بميدان هذا الاخير يوم 21 مارس المقبل في ملعب شهداء بالعاصمة كنشاصة على ان تجرى مبارة الاياب بعد اسبوع في المغرب ترجمة نانسي قنقر